كل شعب مصر النهاردة في انتظار مباراة مهمة جدا مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام موريتانيا النهاردة طبعا المباراة تكون ضمن تصفيات كياس أمم أفريقيا وفي المباراة اللي فاتت حق الفرعنة الفوز في المباراة اللي فاتت على المرابطون بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة من التصفيات النهاردة طبعا بيطمح منتخبنا في حسم تأهلوا لكياس أمم أفريقيا 2025 واللي هتقام في المغرب خلينا نتكلم بالتفاصيل أكتر إيه اللي حيحصل النهاردة في مباراة منتخبنا الوطني مع ضفنا في الستوديو اللي منوارنا في صباح الخير يا مصر الأستاذ إبراهيم منصور رئيس قسم رياضة بجريدة الوطن والنقد الرياضي صباح الفل على حضرتك أهلا وسهلا صباح الفل على حضرتك أهلا وسهلا بسهلا مشاهديك بتشوف إزاي مباراة منتخبنا الوطني النهاردة خصوصا أن يعني قد يكون اللعيبة مرهقين من 8 ساعات سفر حتى وإن كان فيه فاصل اليوم بس فيه فرق توقيت فرق جو فرق في المرحب طبعا ما بتفهم مع حضرتك في البداية أني طبعا المباراة النهاردة هي مباراة رغم أن هي تبدو سهلة وكتن البعض يقول أن منتخب موريتانيا ده منتخب سهل لكن أنا بقول أن منتخب موريتانيا أو منتخبات الأفريقية بشكل عام أصبحت خلاص تطورت بشكل كبير منتخب موريتانيا قد مباراة قوية هنا رغم خسارة 2-0 على سيد القهرة لكنه أقدم مباراة قوية كان منتخب منظم دفاعيا لعيبته عندهم قوة بدانية كبيرة النهاردة الماتش هيبقى مختلف جدا على الحصل في سيد القهرة موريتانيا بيهمها أن هي على الأقل تخرج من نتيجة التعادل تحقق نتيجة إيجابية تسعيدها على التأهل لأن الشعب الموريتاني بيحلم بأنه يوصل لكاس الأفريقية عشرين قمسة وعشرين النهاردة إن شاء الله كلنا متفائلين أن منتخب بوصل بقيادة كابتن حسام حسن هيقدم مباراة كبيرة كان كابتن حسام يتكلم مع لعيبته في القصة دي أو في النقطة دي تحديدا أن منتخب موريتانيا على أرضه لا يستهام به لأنه أنت ستلعبه على إنجيل صناعي بعد شواء هنتكلم عن فكرة إنجيل الصناعي وإزاي لعيبة منتخب مصر هيلعبه عليه لكن كابتن حسام أكد على لعيبة منتخب مصر أنه لا بديل على أنه أنت على الأقل تخرج من نقطة التعادل النهاردة بحيث أن نصل لنقطة العشرة ونتأهل لكأس الأم الأفريقية عشرين خمسة عشرين طيب إيه الخطة التي اعتمد عليها من عرض كابتن حسام؟ بصوا الكابتن حسام في تدريباته سواء هنا بعد المباراة الأولى أو في التدريب الأخير هناك اللي هو كان مبارح بيلعب بطريقة متوازنة كابتن حسام دايما المكسب في دمه هو كابتن إبراهيم حسام هو رايح يلاعب موريتانيا على أرضهم وتكلم على لعيبته على أنه حابب يكسب ماتش حابب يوصل لعلامة الكاملة حابب يقدم نفسه كمدير فن منتخب مصر كابتن حسام حسام يعاني من أزمة عنده هو شايف أن الجماهير كلها مش ملتفة حواليه شايف أن البعض بيقلل من أداءه مع منتخب مصر وأنه ما لعبش منتخب قوة حتى الآن فهو دايما يتكلم على لعيبته أنه لابد أنه النهاردة مش رايح تلعب موريتانيا من أجل أنه تجيب نقطة عشان توصل لكاس النوم الأفريقية أو عايز حق المكسب هيلعب بطريقة متوازنة تبدو متوازنة لكنها تبدو برضو هيبقى فيها شق هجوم كبير على أساس أنه هيعتمد على لعيبة زي عمر مرموش زي تريزيجيه زي زيزيزو في الهجوم كلام ده كله هو شايف أنه هما كلعيبة لعيبة كبيرها تقدر تساعده على تحيي المكسب رغم أنه هيواجه موريتان على الأرض المنطقي أنه يلعب بأربعة تلاتة تلاتة علشان الأمان مدام إحنا بنلعب على بر الأرض بس أنا متخيلة لأن كابتن حسام دايما بيحب أنه هو يلعب كورة ويفرجنا ويمتعنا أعتقد أنه هو ممكن يلعب أربعة اثنين تلاتة واحد هو رغم لعب أربعة تلاتة تلاتة اثنين تلاتة واحد أنا بقول لحضرك أن كل اللعيبة في منتخب مصر جاهزين كل اللعيبة عندها هم حتى كان فيه البعض دايما بيقول قبل تولي كابتن حسام حسن مهمة تدريب منتخب مصر أن العيبة المنتخب مش هيكون على وفاق معها لكن أنا بقول لحضرك بعد تولي المهمة الأمر اختلف تماما هم أصبحوا مرتبطين بالكابتن حسام حسن وكابتن مراهيم حسن سدقيني العيبة في منتخب مصر بقول الجملة لدرجة طبعوا على بعض خلاص الطبعوا على بعض حتى دايما الناس اللي تتكلم على أن محمد صلاح كان فيه بينهم لأ كلاش والدنيا مش مزبوطة سدقيني قبل صفر محمد صلاح وعودته لإنجلترا تاني ببناء على طلبه وبعد قرار الكابتن حسام حسن أنه يعافيه من الصفر الموريتانيا العلاقة قوية جدا لعيبة منتخب مصر كلهم على قلب رجل واحد كلهم مع كابتن حسام حسن عايزين يحققه وحلم الشعب المصري أنهم يوصلوا لكأس الأم الأفريقية مش مجرد الوصول كمان لأن الكابتن حسام دايما بيتكلم مع العابته أنه بيطمح في أنه مش يوصل لأدوار النهاية في أم الأفريقية في المغرب لا أنه يتوج بكأس الأم الأفريقية بعد غياب طويل حالك عارفة أننا ما حصدناه من عشرين عشر هل مهم نتكلم عن تاريخ مواجهة المنتخبين ولا دي بقت حاجة مش مهمة دلوقتي يتطور أنا عايز أقول حكا دايما دايما هي الصالح التاريخ مواجهة دايما لصالح منتخبنا ومنتخبنا كبير على فكرة منتخبنا في فترة من الفترات كان هو زعيم القارة الأفريقية إن شاء الله يرجع مع حسام حسن نواوي التوج بيكأس الأم الأفريقية من جديد ويبع على صدارة أفريقيا لكننا لعبنا طبعا منتخب موريتانيا قبل كده أربع مرات نحن كسبنا طلب مرات وتعددنا في مرة لنا طبعا الأفضلية أننا سجلنا تسع أهدف في مرموهم هم سجلوا هدف فإن شاء الله هتكون الأولوية لنا الأغلبية للمنتخب مصر بس هل مزالت فكرة زي ما كان سؤال الشاز اللي بيتكلم هل فكرة مزالت تاريخ المنتخبات ده اللي بيحكم ولا إحنا عندنا أرض جديدة إحنا مش متعاودين نلعب على ترتان الجو ظروف المباراة الاستاذ المليان التذاكر خلصانة يعني إحنا عندنا حاجات كثير جدا أعتقد أنها ممكن تفرق في سير المباراة أبوص حضرتك أنا ضد فكرة أن أنت تلعابي على التاريخ أو أن نقوله أننا منتخب مصر إحنا منتخب مصر كبير معترفين بكده ولازم كلنا نأكد على كده وجماهرنا وإعلامنا إحنا كلنا خلف منتخب مصر لكن أنا قلت وبديت كلامي أن منتخب موريتانيا تطور بشكل كبير يعني بيحز وحزو منتخبات الأفريقية اللي كلها تطورت النهاردة ماتش صعب صعوبته في إيه أننا هنلعب على أنجيل صناعي لعابة منتخبنا مش متعودين على اللعب على أنجيل صناعي يمكن الجهاز الطبي ليه يعني بيزحلق مثلا لا هو صعب في الانتحامات صعب في التمرير هيبقى صعب أنا طبعا ملعبناش عليه طبعا كل لعابتنا هنا على ملعبنا متعودين سواء لعابة اللي بلعبه في الدورة المصر أو في الدوريات اللي هي في أوروبا أو في الخليج ما بلعبوش على أنجيل صناعي الجهاز الطبي بخيات الدكتور محمد وجلالة هتكلم على لعبة منتخب مصر أنه هيبقى فيه طريقة حتى السخوط نفسه أن اللعب لما يجي يقع يقع بطريقة صحيحة عشان يحافظ على ركبته يحافظ على إصابات مرباش فيه قدر الله إصابات أو فيه أزية إن شاء الله يخرجوا بسلامتهم الأول ده أهم حاجة وبالنتيجة اللي هي ترضي الشعب المصر كله النهاردة كابتل حسن حسن لتنين بنفس درجة الأهمية على فكرة أكيد اللي يهمنا أن منتخب مصر اللي عيبة ترجع بسلامت الله وكويسين بدون إصابات ويهمنا طبعا أن منتخب مصر يحاق نتيجة كويسة جدا عمام موريتانيا نهاردة طيب صلاح مش موجود ومصطفى محمد كمان مش موجود أنا بس يعني أنا لا يقلل الكلام ده لا يقلل من صلاح أو مصطفى محمد صلاح ده نجم كبير جدا مصطفى محمد مهاجم مصر الأول لكن صدقني منتخب مصر مليء بالنجوم صلاح منتخب مصر دايما بعد خروج محمد صلاح نفسه تكلم مع لعيبته لأنه كابتن منتخب مصر قبل خروجه وقبل مغادرته المعسكر قال لهم أنا احنا واسقين فيكو جدا جدا عدم موجودي معاكو لا يقلل من أنتو مش تقدروا تحققه المكسب على موريتانيا لا منتخب مصر قادر فيه لعيبة كبيرة جدا فيه شناوي فيه درامة ربيعة اللي هو مدافع ده هو الأفضل حالان في التصفات تخلي بالك من الناحية الفنية فانت بتتكلم برضو عمر مرموش اللي هو هدف الدور الألماني بتتكلم في تريزيجيه تتوقف عنده شوية عمر مرموش لا ده مرموش ده حكاية كبيرة جدا طب بس بيحتاج مساحات هل هتتوفر المساحات في خطة كابتن حسام في الخطة النهاردة هتتوفر له لأن كابتن حسام خلي بالك من حاجة أن الكابتن حسام أنا مش عايز أقول أنه هو شايف أن فرصة لخروج صلاح وفرصة لعدم موجود مصطفى محمد لكن هو شايف أنه هو هيتعامل بأريحية اتكلم مع العيبته في أنه هو اللي كان بيفكر فيه قبل تولي تدريب منتخب مصر أنه يبقى فيه ضخ دماء جديدة يمنح فرص لوجوه جديدة زي مثلا مصطفى فتحي يقدر يجربه النهاردة زي ما حصل في أكتر من سيدان وفي تدريب أن مصطفى فتح وقرام عادل كانوا مكان محمد صلاح اتكلم على فكرة أن أسامة فيصل كمهاجم ده متقلق في الدولة المصري مع البنك الأهلي مرموش كان مكتوم في المباراة اللي فاتت لكن أعتقد النهاردة ممكن يتفرش له مساحة أكبر المباراة هنا في السادة القاهرة كانت مختلفة جدا لأن أنت تتكلم مع المتخب موريتاني كان جاي بيواجه مصر على أرضها فطبيعا أنه كان ملعب بشكل منظم دفاعي فعشان ما كانش فيه مساحات النهاردة لما تلاقي العبي مع موريتاني على أرضها ووسط جمايرها الوضع يختلف كتير جدا مع مدير فاني الأمير عبدو ده هو يرغب فيه تحقيق نتيجة على الأقل لأنه ولو نقطع عشان يساعده على حساب كففيردي وابود سوانا أنه هو يوصل مع منتخب مصر كالسونة الفرقية الوضع يختلف بالنسبة للمرموش أو بالنسبة للترزيجي وزيزو وأنا أعتقد أن نحن نشوف شكل جديد نهاردة منتخب مصر زيزو سيبقى على يمينه وترزيجي على الشمال ومرموش والنص بالشكل الغالب وهيبقى فيه برضو دور لنصر مهر في خط الوسط مع حمد فتح ومروان عطية ده السيناريو ده اللي هم اتمرانوا عليه في أكتر من تابرين يعني طيب مع العيبة بتتمتع بقوة بدانية عالية زي ما حضرتك قلت ومتعودين على الأجواء وعلى الملعب بتاعهم الأمر أعتقد يبقى صعب شوية لكاته حسيني أنت بحتاج لعيب مهاري وفي نفس الوقت لعيب قادر على الاتحامات أنا عايز أقول لحاك أن في التدريب الأخير ظهر حالة من التحفز أن العيبة عندها حافز كبير جدا على العكس اللي بتقال أن العيبة في منتخب مصر خايفية من اللعب على الترتان الكلام ده عمره ما كان في كينة مصرين احنا الوضع بيختلف شرط قمص منتخب مصر ده شرف كبير لأي اللعب واللعب عارف الكلام ده كله كان فيه حالة من الحماس الشديد حتى كابتن حساب قال لهم احنا حنلاعب مورتاني على الأرضها وعلى الجيل الصناعي وحنلعب بشكل كويس بس بلاش الاتحامات قوية جدا عشان كل اللعب منكو يخرج بشكل كويس ويتطمن عليهم باش أزمة لأنك عارف أن السوبر المصري الأهل والزمالك عنده سوبر مصري مع سراميكا وبراميز ويهمه حكابة الحساب يهمه أن اللعيبة كلها تكون سليمة عشان ما يستضرلوش مشاكل معه عندهم الفترة اللي جاي فأنا رغم أن حاج بتقول أن فيه لعيبة عندها قوة بدنية في المنتخب البريطاني صحيح لكي احنا اللعبتنا ان شاء الله يكونوا جاهزين للماتش نهاردة احنا كل اللي احنا محتاجينه النهاردة تعادل سلبي إيجابي احنا محتاجين تعادل متخيل أن كابتن حسام عشان يقدر يحقق ده طبيعته كده هتتغلب عليه وحيبادر وحيلعب على التحولات ولا حيستنى وحيبادر ويهاجم ولا حيلعب على التحولات بقى يستنى يشوف وهل اللعبة تقدر تمسك كرة فترة طويلة مع اختلاف الجو ومع اختلاف الأرض ولا هتفضل إنها تستنى وتقتنص فرص يعني لا هو مش من طبيعة كابتن حسام حسن أنه هو يلعب طريقته دايما عمره مكان الدفاعية حتى هو على مستوى هو متعود على المكسل متعودة على الفوز من المكان بس النهاردة مختلف لمنتخب مصر نهاردة مختلف آه هو يمكن جرب أكتر من طريقة لكن الطريقة الغالب عليها في التدريبات إنها طريقة متوازنة بين الدفاع وبين الهجوم هو الكابتن حسام اتكلم على لعيبته على إنه هو يقدر هو عايز يخطف هدف عشان يريح لعيبة المنتخب يريح الدفاعات يريح محمد الشناوي على أساس أنت برضو بتواجه منتخب ميروتانيا رغم أنه على أرضه لكن أنا شايف في وجهة نظري إن الأولوية والأغلبية دايما تكون لمنتخب مصر طيب لقدر الله لو ما توفقناش النهاردة إيه فرص المنتخب في التاعه المنتخب مصر بحتاج نقطة إنه هو يوصل لكاسة الأمم الأفريقية عشر خمسة عشرين وزي ما قلت الحق في سياق كلامي هو منتخب مصر إحنا كلنا داعمين أو مسندين بس هي الأهمية مش إنه إحنا نوصل عشرين خمسة عشرين في أمم أفريقيا هي الأهمية أن أنت مع حسام حسن اللي كان بينتظر الفرصة من سنين طويلة إنك تعبر عن نفسك كمدير فن منتخب مصر وطني وكلنا خلف حسام حسن إنه إحنا نتوق بكأس الأمم الأفريقية عشرين خمسة عشرين على أرض المغرب صعبة لكن أنا بقول لحقك مع المصرين ما فيش حاجة صعبة مع حسام حسن ما فيش حاجة صعبة إن شاء الله نقدر بصلاح وتريزيجي ومرموش وزيزو وكل اللعبة شناي وكل اللعبة مش عايزة أنسى حد عشان محدش يزعل كلهم لعبة صبور طبعا مستعدين إن شاء الله يكونوا جاهزين إنه نحن نحاء حلم الشعب المصري في إنه نحن الزكريات السعيدة والفرحة طبعا الحلوة والسعادة حلوة مصريين مع كابتن حسن شحاتة وقبلهم كابتن جوهري لما كانوا بيتواجوا بكأس الأمم الأفريقية كانت بتبقى فرحة ما بعدها فرحة وفرحة بيبقى لها طبيعة خاصة صحيح طيب فكرة إن كابتن حسام حريس كان على إنه يطعم المنتخب بيلعيبة إحنا مش متعودين نشوفهم نجوم الصف الأول يعني ما هماش من الأهل إيه ولا من الزمالك وكمان كان حريس إنه هو يدخل السن الأجدد والدم الأجدد من المنتخب الأولمبي ده حيدي فرصة النهاردة لكابتن حسام إنه يقدر يجرب ناس في ظل الغيابات زي ما حركت بتقول كابتن صراحة مش موجود ومصاف فتحي شووجود أنا عايز أقول حركة إنه محمد عب منعم هو طبعا عنده إصابة في العضلة الأمامية وممكن شارك مبارح في تدريب منتخب مصر الأخير على النجيل الصناعي وبلغ منتخب مصر وقال كابتن حسام إنه هو جاهز المطش محمد عب منعم حيتم الإطمانين عليه النهاردة قبل ساعات منبراه لو جاهز هيلعب بشكل أساسي في الدفاع مش جاهز هيكون بديل له خالد صلح خالد صلح ده كابتن حسام بيعتبر أنه هو وجه جديد له بالنسبة له. أنت بحاجة بتتكلم عن المنتخب الأولمبي. كابتن حسن دعم بشكل كبير جداً لإبراهيم عادل اللي هو اللاعب برامدس اللاعب منتخب الأولمبي. ممكن ظهر بشكل كويس جداً مع مكالي في وقت تدريب منتخب مصر الأولمبي. إبراهيم عادل هيكون له وضور. إسامة فيصل هيكون له وضور مع منتخب مصر الفترة اللي جاء في وجود كابتن حسن. إن شاء الله. طيب. أستاذ إبراهيم توقعاتك للتشكيل هيكون عامل إزاي؟ بصة أنا توقعاتي أن التشكيل مش هيختلف كتير جداً على المباراة اللي فاتت. ممكن بمحمد الشناوي بتكلم في محمد حمدي بتكلمي في أحمد عيد. حاج بتكلم برضو في محمد عم منعم لو جاهز هيلعب بشكل أساسي. درام ربيع في خط الوسط موجود. الاثنين دولار ارتكاس بشكل أساسي. هو بيعتمد عليه أنه عنده قناعات كبيرة جداً 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 بمروان عطية. وبحمدي فتحي لأنه خرج محمد أنه ما جابوش لأنه دائماً مقتنع بمروان عطية وحمد فتحي. تكلم في أنه جرب برضو في التدريبات نصر مهر على أساس أنه يلعب كثارت ليوم ولعب زيزو ولعب ترزيو ولعب عمر مرموش أو الطريقة التانية. هل يحط نصر مهر مكان مصطفى فتحي مثلاً؟ أو يلعب به إبراهيم عادل أو مصطفى فتحي مكان صلاح ويلعب به وسما فيه صليل. طيب يعني إحنا متخيلين النهاردة أنه هو حتنتهي المباراة بسكور ولا بتعادل. أنا عارف أن إحنا بدري قوي نحن نقول الكلام ده والمباراة بتتحسيم شغل بعدها. ما فيش حاجة بعيدة عن كرة القدم. كرة القدم تحمل مفاجأت وكل حاجة فيها وردة. لكن فكرة السكور دي أنا شاهفها صعبة وكنت نظري. نحن نخرج بنتيجة التعادل أو المكسب إن شاء الله. النتيجة الخسارة دي تبقى صعبة على منتخب مصر. محدش طبعا توقعهم محدش يعني طبعا أتمنى. تسكر لي أنا كنقصدي. كابتن إبراهيم منصور رئيس قسم الرياضة بجارة الوطن ونقض الرياضي نورتان وشرفتان شكرا لجودك. شكرا جزيلا بشكل كده سعيد بوجودة مع حضرتك.